عقد وزير الخارجية سيمح شكري رئيس مؤتمر كوب 27 اجتماعاً مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكية وأكد شكري على العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في شتى المجالات وتطلع مصر إلى موصلة تعزيزها على مختلف المستويات من جانب حرص وفد مجلس الشيوخ الأمريكي على الإشادة بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ وبقدرتها على استضافة هذا الحدث الضخم اشتركوا في القناة